بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية لقاؤنا اليوم مع مراجعة عامة ونهائية على المنهج المقرر وغدا لقاؤكم مع الامتحان يا أبنائي حيث يجب عليكم يا أبنائي أن تلتزموا بالنظام وحسن الخط وعدم الكصد عليكم يا أبنائي القيام بقراءة الأسئلة وفهمها جيدا قبل الإجابة عنها حاول يا بني أن تجيب عن كل سؤال في صفحة مستقلة لا تسلم ورقة إجابتك يا بني قبل أن تتأكد من أنك قد أجبت عن المطلوب منك في جميع أسئلة الامتحان والآن هيا بنا لنبدأ بمراجعة فرع التعبير وينقسم التعبير يا أبنائي إلى تعبير وظيفي وتعبير إبداعي أولا التعبير الوظيفي وهو التعبير الذي يوظف اللغة العربية في المعاملات اليومية والحياة العامة وتنظيم شؤون الحياة ومن أمثلته يا أبنائي كتابة الرسائل والبرقيات واللافتات الإرشادية والإعلانات والتقارير وغير ذلك وسنكتفي في حلقتنا هذه بعرض نموذج للبرقية ونموذج آخر لللافتة الإرشادية البرقية وهي رسالة موجزة جدا مثل برقيات التهنئة بالنجاح والزواج والعودة من الحج والعمرة أو تكون للتعزية والمواساة ويراعى فيها يا أبنائي ما يلي أن تكون كلماتها مختارة ومختصرة وأقل ما يمكن لتناسب الغرض من إرسالها أن يكتب اسم المرسل إليه وعنوانه ثم يكتب موضوع أو مضمون البرقية ثم بعد ذلك يكتب اسم مقدم البرقية أو المرسل وعنوانه وإليكم نموذجا للبرقية أكتب برقية إلى صديقك تهنئه فيها بالنجاح كما نرى في أعلى البرقية أقصى اليمين اسم المرسل إليه يليه العنوان ثم الموضوع من الممكن أن نقول تهانينة القلبية بالنجاح الباهر وتستطيع يا بني أن تستعمل تعبير تهانينة القلبية مع كل مناسبة سعيدة مثل تهانينة القلبية بالزواج السعيد بالزفاف السعيد بأي مناسبة سعيدة ثم بعد ذلك نكتب اسم المرسل ثم العنوان أكتب برقية إلى أسر شهداء الجيش والشرطة تعزيهم فيها وتواسيهم في من فقدوا من ذويهم نتيجة مواجهتهم الحاسمة للتنظيمات الإرهابية المسلحة ونموذج البرقية كما ذكرنا سابقا نكتب اسم المرسل إليه أولا أقصى اليمين من أعلى ثم العنوان ثم يأتي بعد ذلك الموضوع من الممكن أن نقول نشاطركم الأحزان أو تغمض الله شهداءكم برحمته وأسكنهم فسيح جناته ثم نكتب بعد ذلك اسم المرسل ثم العنوان نأتي بعد ذلك إلى اللافتات الإرشادية وهي عبارة عن لافتات تتضمن تنبيها للآخرين إلى أشياء معينة لجلب منفعة يا أبنائي أو دفع ضرر مثل اللافتات المعلقة في المدارس والمصانع والمستشفيات والشوارع على جانبي الطريق ومحطات متر الأنفاق وغير ذلك ويراعى فيها يا أبنائي أن تكون عباراتها دقيقة وسهلة وواضحة المعنى ليسهل فهمها والالتزام بما فيها يراها أيضا أن تكون مجزة في أقل عدد من الكلمات وإليكم لافتة إرشادية فيها جلب لمنفع أكتب لافتة إرشادية تحس فيها زملائك على ممارسة الرياض من الممكن أن نقول العقل السليم في جسم رياضي سليم وإليكم نموذج آخر للافتة إرشادية فيها دفع لضرر أكتب لافتة إرشادية تحذر فيها من أضرار التدخين من الممكن أن نقول التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة ننتقل إلى التعبير الإبداعي ويشمل كتابة موضوعات التعبير الكتابية المعتادة وإليكم بعض النصائح الإرشادية لكتابة موضوع التعبير اقرأ يا بني عنوان الموضوع قراءة جيدة وحاول أن تفهم المقصود منه قسم الموضوع إلى عناصر رتب العناصر حسب أهميتها بالنسبة للموضوع ابدأ في شرح كل عنصر من عناصر الموضوع بأسلوبك على أن تبدأ كتابة كل عنصر في سطر جديد عليك الاستفادة يا بني بموضوعات القراءة وبالنصوص الشعرية والنثرية التي درستها أو قرأتها واستشهد بما تحفظ منها لأن ذلك يقوي أسلوبك ويرقى بتعبيرك عليك يا بني الاهتمام بالنظام الفقرات وعلامات الترقيم لأن هذا الأمر يساعدك على تنظيم كتابتك وعرض أفكارك بصورة واضحة تجنب يا بني واحذر الوقوع في الأخطاء الإملائية والنحوية حتى لا يظهر أسلوبك في صورة غير لائقة ومع نماذج للتعبير الإبداعي ومع الموضوع الأول نهر النيل من أشهر وأطول أنهار العالم وهو حياة مصر ومصدر خيراتها عبر العصور أكتب في هذا الموضوع موضحاً أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر وواجبنا نحوه من الممكن أن نتناول هذا الموضوع يا أبنائي من خلال العناصر التالية أهمية نهر النيل لمصر مصر هبة النيل والمصريين نشأت حضارة عريقة على ضفتيه ما زالت آثارها خالدة حتى الآن النيل يروي أرض سيناء عبر ترعة السلام التي تمر تحت قناة السويس السد العالي أقيم على النيل وهو مصدر أمان وحماية من خطر الفيضان وخطر الجفاف كما أنه يوفر الطاقة الكهربائية التي تنير المنازل والمدارس والشوارع وتدير المصانع ضرورة حماية نهر النيل من المخاطر التي تهدده وأخيراً واجبنا نحو نهر النيل والآن مع بعض التدريبات على قصة طموح جارية من خلال فهمنا لأحداث القصة أجب عن ما يلي اختر الصواب مما بين القوسين في ما يلي تكونت جمعيتان سريتان في القاهرة وحلب القاهرة ودمشق القاهرة والموصل أحسنت بنيا القاهرة ودمشق الذي قام بدور كبير في التهيئة لعودة نجم الدين العادل أبو بكر القماش العز بن عبد السلام أحسنت يا محمد أبو بكر القماش كان يقود الحملة الفرنسية لويس التاسع الملكة مارجريت روبرت أرطوى أحسنت بنيا لويس التاسع أسرة لويس التاسع في دمياط قرية منية أبي عبد الله المنصورة أحسنت يا علي قرية منية أبي عبد الله بلغت فدية لويس والأسرة معه مئة ألف دينار أربعة مئة ألف دينار مئتي ألف دينار أحسنت يا فاطمة أربعة مئة ألف دينار ماذا كان يود السلطان نجم الدين عند قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة لويس التاسع كان يود أن يقود المعركة بنفسه ويلتقي بالفرنسيين ويتقرب إلى الله برأس لويس لو لا المرض ونصح الأطباء مما كان السلطان خائفا وبما طمأنته شجرة الدر كان السلطان خائفا من فرقة الأمراء وتنازعهم على الملك بعد وفاته مما يؤدي إلى تمزيق الوحدة التي كانت تقف سدلا منيعا أمام الأعداء وطمأنته شجرة الدر قائلة بأنه سوف يكون في المعركة يطير بسيفه رقاب الأعداء فكل يد من جنده يده وكل سيف من السيوف سيفه وله ثواب بقدر الألوف المشمرة إلى المعركة حبا فيه وانتصارا لله ودينه من أختير لقيادة الجيش لمواجهة الفرنسيين وما الخطة التي تم الاتفاق عليها أحسنت بني أختير لقيادة الجيش الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ والخطة التي تم الاتفاق عليها حشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والطعام مع تجنب كل الأخطاء السابقة التي مكنت الفرنجة من الصمود بعض الوقت مثل عدم تزويد دمياط بالذخيرة والطعام في عهد الملك الكامل على أن ينزل فخر الدين بجيشه إلى البر الغربي للنيل ليمنع الفرنج من الوصول إلى دمياط ومع درس المشروعات الصغيرة اقرأ ثم أجب تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية ولقد حققت بعض الدول الأسيوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة مما حولها من قوى استهلاكية إلى قوة منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة هاتي معنى خلاقة ومضاد المتاحة وجمع النامية معنى خلاقة أحسنت بني مبدعة ومضاد المتاحة أحسنت النادرة وجمع النامية أحسنت النوامي ما أهمية المشروعات الصغيرة تصهم المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية كيف تحولت بعض الدول الأسيوية من قوى استهلاكية إلى قوة منتجة تحولت بعض الدول الأسيوية من قوى استهلاكية إلى قوة منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتلاءم مع وفرة الأيد العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كالصناعات الغزائية والنسيجية والمعدنية والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية ما الذي تشكله الصناعات التقليدية؟ تشكل الصناعات التقليدية مصدر مهماً للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي الحي المتطور كيف أكدت مصر تواجدها ومكانتها خارج البلاد؟ أكدت مصر ذلك من خلال منتجاتها التي كانت وما زالت تسوق في عدة أقطار أجنبية أوروبية وعربية والآن هيبنا إلى مراجعة بعض النصوص المقررة ومع نص سفينة نوح اقرأ ثم أجب قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم هاتي معنى كل من تبتأس والفلك ومضاد كل من يؤمن ومغرقون معنى تبتأس أحسنت بني أي تحزن وتأسى معنى الفلك السفينة وهذا اللفظ يستخدم للمفرد والجمع والكلمة تؤنث وتذكر مضاد يؤمن يكفر ومضاد مغرقون ناجون اشرح الآيتين السابقتين بأسلوبك إني أسمعك تقول يا بني توضح الآيتان الكريمتان أن الله عز وجل قد أوحى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن معه من قومه غير الذين آمنوا من قبله فلا يحزن بسبب إصرارهم على الكفر وما كانوا يفعلونه من تكذيب وإيذاء واستهزاء بدعوته ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع سفينة ضخمة برعايته وإرشاده وأن لا يخاطبه في شأن هؤلاء العصات الظالمين المكذبين لدعوته لماذا؟ لأنه سيهلكهم جميعا غرقا ما الجمال في كل مما يلي في قوله تعالى لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن الجمال فيه يا ابنائي أنه أسلوب مؤكد وأداة توكيده النفي بلن والاستثناء بإلا ويسمى أسلوب قصر وغرضه التخصيص والتوكيد في قوله تعالى فلا تبتأس الجمال فيه أحسنت هو أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد وهو تعبير يا ابنائي يوحي بالمودة والطمأنينة وبرأفة الله عز وجل بسيدنا نوح عليه السلام والآن هيا لنتقل إلى بعض التدريبات النحوية اقرأ ثم أجب تمر مصر بمرحلة بالغة الأهمية تحتاج منا إلى بذل الجهد بكل ما نملك من أجل النهوض بها من كبوتها وستظل مصر مصونة بأبنائها المتفانين في عملهم طلبا لرفعتها فيا مصري كن يقظا لمن يريد السوء بوطنك ولنكن جميعا معول بناء لهذا الوطن ليصبح منبع الخير والأمن والاستقرار من أجل غد أفضل له أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة الكلمة الأولى المطلوبة مصر تمر مصر تمر فعل مضارع من التي تمر مصر أحسنت أبنائها إذن كلمة مصر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم تحتاج منا إلى بذل الجهد بذل مضاف إذن الجهد هنا أحسنت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المتفانين بأبنائها المتفانين كلمة المتفانين تصف كلمة أبناء المجرورة إذن المتفانين نعت مجرور وعلامة جره ألياء لأنه جمع مذكر سالم طلبا ستظل مصر مصونة بأبنائها المتفوقين في عمالهم لماذا؟ طلبا لرفعتها اسم منصوب طلبا وهو سبب لما قبله أحسنت إذن طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة يقضا كن يقضا كن هو الأمر من كانة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كن اسم كن هنا ضمير مستتر تقديره أنت كن ماذا؟ كن يقضا إذن يقضا خبر كن الأمر من كانة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الوطن ولنكن جميعا معول بناء لهذا الوطن الوطن اسمه المعرف بالألف واللام وقد جاء بعد اسم الإشارة هذا وهو المشار إليه إذن يعرب أحسنت بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة استخرج من الفقرة السابقة اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لفعل غير ثلاثي اسم مفعول وبين فعله صيغة مبالغة وحدد وزنه اسم مكان وزنه اسم آلة وحدد نوعه اسم تفضيل المطلوب الأول اسم فاعل لفعل ثلاثي بالغة على وزن فاعله من الفعل اللي بلغ المطلوب الثاني في اسم الفاعل اسم فاعل لفعل غير غير ثلاثي المتفانين مفردها المتفاني اسم فاعل من تفانة استخرج اسم المفعول وستظل مصر مصونة بأبنائها المتفانين أين اسم المفعول أحسنت اسم المفعول هو كلمة مصونة وفعله الفعل المبني للمجهول صينة من الفعل صانة لنعود إلى القطعة ولنبحث عن وزن من أوزان صيغة المبالغة التي ذكرناها فيامي السوري كن يقظا أحسنت بني صيغة المبالغة هنا كلمة كلمة يقظا المطلوب أن نستخرج اسم المكان من القطعة ليصبح منبع الخير والأمن والاستقرار أحسنت يا فاطمة من أجل غاد أفضل لا أحسنت أبني فاسم التفضيل هنا هو كلمة أفضل أبوك منشار للأخبار يستخدم أبوك المنشار بيّن نوع المشتق لما تحته خط في المثالين في المثال الأول معنا أبوك منشار للأخبار منشار هنا يا بني أحسنت صيغة مبالغة تدل على أنه كثير نشر الأخبار أما في المثال الثاني يستخدم أبوك المنشار المنشار هنا هو اسم آلة الآلة المعروفة التي يستخدمها النجار في أي مادة في معجمك تكشف عن كلمة النهوض إني أسمعك الآن يا بني تقول أكشف عن كلمة النهوض في المعجم في مادة نهض في باب النون فصل الهائي مع الضاد وبذلك يا أبناء الأحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في كل امتحاناتكم القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر